وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوتي الكرام ما زلنا مع محاضرات مع علوم القرآن والكلام على مناهج المفسرين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها أهلاً وأهلاً وسهلاً للجميع عوض حميد بفضل الله ونسأل الله أن يسر الله لنا ولكم هذا المبحث نتكلم فيه عن التفسير في عصر الصحابة لا سيما بأن عصر الصحابة هم أعلم الناس بمراد الله جعل في كتابه وهم أعلم الناس بما جاء عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علاه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين فهنا الكلام حياكم الله وبياكم الكلام هنا على عصر الصحابة والعصر الذهبي وهذا العصر الذي فيه نبغ فيه وظهر فيه علماء التفسير من علماء الصحابة النجباء الرفعاء النبلاء وهؤلاء صاروا قادة للأمة بأسرها وقد من الله عليهم بأن صنعوا مدارسة للتفسير وانتشرت في جميع أنحاء العالم وبعد ذلك اعتمد من جاء بعدهم على تفسيرهم لكتاب الله جل في علاه اشتهر بالتفسير في هذا العصر في عصر النبوة اشتهر بالتفسير عدد من الصحابة الكرام كانوا قد تصدروا لتفسير كتاب الله جل في علاه هؤلاء الذين قد استفاهم الله جل في علاه لنصرة السنة ولنشر الدعوة منهم كثير عدد منهم السيوطي في كتاب الإتقان عدد منهم كثيرا من الصحابة الكرام ولحن نقول إن أعلم الصحابة بكلام الله جل في علاه هم الخلفاء الراشدين الأربعة الخلفاء الراشدين الأربعة ولذلك السيوطي قدم الخلفاء على الجميع لكنه لما أراد أن يترجم لابن عباس وابن صعود كما سيأتي عن الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حقا أعلم الناس بكتاب الله جل في علاه الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء هم أعلم الناس بكلام الله جل في علاه اللغة السريقة وأيضا التقوى والإتقان والديانة صدرتهم بأنهم قد علموا عن الله مراد الله جل في كتابه وعلموا عن رسول الله مراد رسول الله في سنته فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وأرضاه كان من أتقل الناس وأعلم الناس بكلام الله جل في علاه وهذا سنبين مع ضرب أمثلة لهذا الباب في ختام المبحث نبين أمثلة على تفسير هؤلاء الأفزاز وننظر في دقة النظر فيها وكيف أنهم قد بلغهم الله جل وعلا وكشف لهم كأنهم من ستر رقيق من الغيب يقرؤون وأن الله جل وعلا قدمهم على كثير من الناس أعظم هؤلاء الصحابة قدرا كما قلنا الخلفاء الراشدون الأربعة الذين قد قال في إيم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المدينة من بعد عدوا عليها بالنواجز وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر في كل شيء ولما جاءت المرأة قالت إن لم أجدك قال رجائل إلى أبي بكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إي يتبع أبي بكر وعمر يرشدوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المدينة من بعد عدوا عليها بالنواجز وأيضا من هؤلاء ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهذا من أعلم الصحابة بكلام الله جل في علاه ومن أعلم الصحابة بمراد الله في كتاب الله جل في علاه وكان من أتقن الصحابة قراءة وحفظا لكتاب الله جل في علاه لأسيامه أن نفسنا قد طلب منه أن يسمع منه القرآن وقال عليك أقرأ وعليك أنزل قال نعم أحب أن أسمعه من غيري وهذا سيأتي فيه الكلام تفصيلا على الكلام على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي كان من أعلم إلا ما كان هو أعلم الصحابة على الإطلاق بمراد الله جل في علاه وعبد الله بن عباس الذي احتضل النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أعلمه التأويل وفقه في الدين وسأتي تفصيل كلام عليه أيضا وعبي بن كعب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في القوم أبي وقال أعلم أمتي أو أقرأ أمتي الكتاب أبي وأيضا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ابن عباس وعبي وزيد بن سابت وأيضا أبو موسى الأشعلي رضي الله عنه وأرضاه ومنهم عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع والحق بأن هؤلاء كما قلنا بأنهم قد من الله عليهم بأنهم صنعوا مدارسة للتفسير وكل مدارس تختص بما عند شيخها الذي أسسها وأصالها ونشر فيها العلم حتى امتدت وانتشرت في بقاع الأرض مشارك الأرض ومغاربها الأصل بأن التقديم هنا على الأوسع تفسيرا وإن كنت أقول بأن الأصل في التقديم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء من أعلى من الناس أو هم أعلى من الناس بكتاب الله جل في علاه تفسيرا وتفصيلا وأحكاما ولكن الذي استهر بأنه عقد مدارس التفسير وعقد الدروسة والتعليم هم هؤلاء الأربعة الأفزاز ابن مسعود عبد الله بن عباس وأيضا أبي بن كعب وأيضا أبي طالب هؤلاء هم الذين برزوا جدا لأنه نقل كثير من الناس عنهم التفسير لذلك كانت الكتب بأسرها تعج بتفسيرات هؤلاء الأفضل الأماد الذين قد صدروا أنفسهم تفصيلا وتفسيرا وتبينا لكتاب الله جل في علاه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود هو أعظم الصحابة إتقانا وعلما وقراءة لكتاب الله جل في علاه عبد الله بن مسعود صاحب النعلي وهو صاحب الوسادة والسواك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو بمكة كان متصدرا يقرأ كلام الله جل في علاه حتى ضربوه وأدموه وكادوا يقتلونه وهو يقرأ كلام الله جل في علا عبد الله بن مسعود لتعلم من هو عبد الله بن مسعود مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن في الليل والنبي صلى الله عليه وسلم استوقفته قراءته وهذه لا تستوقفه قراءته إلا إلا لحلو ما هو فيه وأيضا لعظيم تدبره عند القراءة فقرأ القرآن فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع له حتى رفع عده يدعو فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلتجب 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 هذا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قال اقرأ عليك عليك انزل قال اني احب ان اسمعه من غيري فقال النبي فقرأ عليه قول الله للفعلاء فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وليئنا بك على هؤلاء شهيدة يوم اذ يودوا الذين كفروا وعصوا الرسول وتسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحك القوم وهو على الشجرة يرون دقة ساقيه فقال على ما تضحكون قالوا على دقة ساقه فقال والذي نفس بيده تزن مثل جبل احد عند الله يوم القيام هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضا عليكم السلام وعكاتم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضا تصدر حفظا واتقانا وإقراءا لكتاب الله جل في أولاد كفانا ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لو أعلم أحدا يعلم كتاب الله وأعلم مني بكتاب الله دل في علاه تضرب له أكباد الإبل للوصول إليه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ظهر في القوم عالما معلما متقنا قارئا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد شفو انظر الآن أخذ من فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال قال أخذت من فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبعين صورة فهو من أتقن الناس علما لهذا الكتاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أرسله أرسله عمر المخطاب مع سلمان سلمان أميرا وكان وزيرا عبد الله بن مسعود معلما قاضيا ومعلما ولنعم المعلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال عنه عمر بن خطاب قال والذي نفسي بيده لو كنت مؤمرا أحدا بلا مشورة لأمرت عبد الله بن مسعود لما للعلم وهذه فيها دلالة واضحة جدا على معرفة مكانات أهل العلم وأنه لا يمكن للمرء أن يرتقي إلا بمثل ذلك ولا للأمة أن تنطفد وتنطهد ولا للأمة أن تقود وتسود كما كانت إلا بالعلماء ولذلك العلماء مد خصبة لهذه الدنيا العلماء لآل منصورة العلماء أمنة هذه الأمة لا سيما علماء الكتاب والسنة وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هو الذي الذي قال كما قلت قال لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تضرب له أجباد الإبل لأضربت له أجباد الإبل لرحلت إليه وهذه معناها أنه قال ما أحد أعلم مني وهو يرمي الجمرات الجمرة الكبرى قال هذا مقام الذي أنزلت عليه صورة البقرة وهو يتكلم ويقول يقول والله أعلم في كل آية من كتاب الله كيف نزلت وأين نزلت وعلى ما نزلت وسبب النزول وكان يقول كنا نمر على الآيات فلا نتروزها حتى نتعلم ما فيها من الأحكام فيحفظونها ويعملون بأحكامها ويتعبدون لله بها هؤلاء القوم لذلك برعوا لذلك قادوا لذلك سادوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قام تحته تحته أناس يعني كثيرون قد حملوا عنه الإن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تغيبت كثيرا غفر الله لنا ولكم لما قدموا على علي بن أبي طالب سألهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال القوم يا أمير المنين ما رأينا رجلا أحسن خلقا منه شوف صدروا الباب بالخلق ومقياسه كل مرئ خلق مقياسه أي مرئ هو الخلق قالوا ما رأينا أحسن خلقا ولا أرفق تعليما ولا أحسن مجالسة ولا أشد ورعا من ابن مسعود اللهم علمنا الورع يا رب العالمين اللهم اللهم ثبتنا وثبت الإيمان في قلوبنا واغفر لنا واهد بنا واهدنا واجعلنا من الصالحين المصلحين وأنت أرحم الرحمين قال علي أنشدكم الله أهو الصدق في قلوبكم أو من قلوبكم فقال قالوا نعم قال اللهم مشهد إني أقول مثل ما يقولون وفوق ذلك شفاء الله عفا شفاء الله عفا بوركتي شفاء الله عفا الغرض المقصود هنا ابن مسعود الجميع يثنون عليه خيرا والجميع يرجعون عليه في القرآن وابن مسعود كان له كتاب خاص به وقراءات التي أكثر التي نقلت عن ابن مسعود هي قراءات تفسيرية وأيضا الحق أن ما نقل عن ابن مسعود أنه كان كان يقول بأن المعاوذتين ليست من القرآن لم يثبت عنه ذلك لم يثبت عنه ذلك ولو ثبت كيف يثبت وهو يعلم أن الأمة بأسرها قد أجمعت على أنهما من القرآن لم يثبت عنه ذلك وهذا الذي قاله الإمام ابن حزم وغيره فهو لم يثبت عنه ذلك وكان ابن مسعود أحفظ الصحابة لكتاب الله جل في علاب وأعلم الصحابة بأحكامه وأيضا من أطقن الصحابة تفسيرا لكتاب الله جل في علاب ابن مسعود له قام وقيما ابن مسعود كان ممن يحملون كتاب الله الله في علاه الذي جرى عمر بن خطاب أن يقول لو كنت مؤمرا أحدا دون مشورة أحد لأمرته ابن أم عبد لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب منه القراءة ومر عليه ويقرأ ويقول سلتجب 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 أو استوقفته قراءته رضي الله عنه وأرضاه والذي جاءه الرجل وقال له قرأت كذا وكذا من المفصل قال هزا كهز الشعر هزا كهز الشعر القرآن لا يكون كذلك لابد من التدبر وهذا الأصل من قراءة القرآن قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا الله يشفيها إن شاء الله قدما الله يشفيها نسأل الله أن يشفي كل مريض نسأل الله أن يشفي كل مريض نسأل الله أن يلبسهم جميعا فوب الصحة والأفية وأن يطير في الأعمار وأن يحسن في الأعمال قيمة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عظيمة في هذه الأمة لا سيما ونو قد انشغل بمقام عزنا وسيادتنا وقيادتنا فمسك بكتاب الله جل في علاه هذا هو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ابن مسعود كان أعلم الصحابة أو هو من أعلم الصحابة بكتاب الله جل في علاه قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه بعدما مات ابن مسعود ما ترك بعده مثله ما ترك بعده مثله بحال من الأحوال قال ما ترك بعده مثله وهذه شهادة عظيمة من مثل ابن الدرداء لابن مسعود رضي الله عنه أرضاه لما كانته في الدين ولعلمهم بأنه على بصيرة لكتاب الله جل في أولاه ابن مسعود نفسه كان يقول عن نفسه وعن الصحابة كان رجل منه إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معاني هذه الآيات والعمل بها فيتعبد لله ويطقن وينشر ذلك بعد ذلك بين الناس ابن مسعود جاءنا تفسير كثير عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وأكثر من روى عن ابن مسعود التفسير من الصحابة بعد ابن عباس هو أكثر الصحابة رواية في التفسير أكثر الصحابة رواية في التفسير بعد ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لكني قدمته في الترجمة لابن مسعود لأن ابن مسعود أكبر سناً ولأن ابن مسعود أيضاً أقدم علماً بل وهو يعني لا ينزل عن زنة ابن عباس في العلم بحال وردت أسانيد كثيرة عن ابن مسعود في التفسير الذي نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من هذه الأسانيد ما يضعف ومن هذه الأسانيد ما يعتمد عليه ولذلك النقاد من علمائنا تتبعوا الأسانيد التي جاءت عن ابن مسعود نقلاً عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من أعظم هذه الطرق التي نقلت تفسير ابن مسعود من طريق الأعمش الأعمش سليمان ابن مهران وهو من أساطين المحدثين من طريق الأعمش تعلمون أن الأعمش أيضاً جمع الله له بين القرآن وبين السنة وهو من أساطين المحدثين كان حافظاً جهبذاً وكان قارئاً متقناً كان قارئاً متقناً سليمان ابن مهران ابن مهران الأعمش سليمان ابن مهران عن أبي الضحى ومن السقاط أيضاً عن مسروق أبو عائشة وهو من المخضرمين أبو مسروق أيضا من الثقات الأثبات من أساطين التابعين كان من خيار العلماء وكان كثيرا ما يسأل عائشة رضي الله عنها وأرضاه عن ابن مسعود ولعل هذا الطريق هو أفضل أعظم الطرق صحة وأوثق الناس والذين رأوا عن ابن مسعود التفسير من طريق الأعماش سليمان بن مهران وعن أبي الضحة عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهذه الطريق اعتمدها البخاري هذه الطريق المعتمأ التي اعتمدها ألمام البخاري أيضا من طريق مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود من طريق مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا وهذه أيضا اعتمدها البخاري فهي صحيحة أيضا واعتمدها البخاري كما اعتمد سليمان بن مهران عن أبي الضحة المسروق عن ابن مسعود أيضا من ذلك وهي طريق أيضا يمكن من أصاح الطرق لعلها تكون أصاح لأنها أعلى من طريق الأعمش عن أبي وائل وهو أيضا ملازم عن ابن مسعود وهذه أيضا طريقة اعتمدها البخاري فالحق لما نرى هذه الطرق الثلاثة يعتمدها البخاري دلالة على أن هذه الطرق الثلاثة التي ليس هو أبا عبد الرحمن ليس هو هذه الطرق الثلاثة اعتمدها البخاري وهي أصاح الطرق عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه من الطرق أيضا طريق السدي الكبير تعلمنا السدي لسيما الصغير فيه ما فيه من الضعف المعلوم عن طريق السدي الكبير عن مرى الهمداني عن ابن مسعود وهذه اعتمدها الحاكم في مستدراكه وأيضا خرج منها كثيرا الإمام ابن جريد الطبري في تفسيره وتبعا تفسير ابن كثير كما قلنا هو مصغر عن ابن جريد الطبري فهو يعني يختصر تفسير ابن جريد الطريق الخامس هو طريق أبي الوراق أبي روق عن الضحاك من زاحم عن ابن مسعود وأيضا هذا الطريق قد اعتمدها ابن جريد الطبري في تخريجه ولكن هذه الطريق فيها ما فيها من الانقطاع فالضحاك لم يلقى ابن مسعود لكن لابد أن نقول حتى هذا الانقطاع يحتمل يعني في أبواب التفسير قد يحتمل فيها ما لا يحتمل في أبواب الأحكام في أبواب التفسير يحتمل فيها ما لا يحتمل في أبواب الأحكام فالأمر يسير في ذلك والخطب يسير في ذلك من كان الأمر على التفسير لا على الأحكام قد يتسامح كما يتسامح في السيار في مسائل التفسير في هذا الباب هذا هو أول من كان في عصر الصحابة ممن شغل بتفسير القرآن وهذا له من هذية ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه له من هذية في التفسير هو الذي قد أخذ من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني القرآن لذلك اعتماده الكل أو أكثر اعتمادي في ذلك الأثر وأيضا التضلع في معرفة أبواب النزول أو كيف نزلت وأين نزلت وهذا اللي قاله تصريحا أنه ما من آية من كتاب الله جلال فعلها إلا ويعلم كيف نزلت ومتى نزلت وأين نزلت أسباب النزول تعطي بريقا للتفسير وأيضا شهود القصة التي بها نزلت هذه الآية مثلا تعطي أيضا قريحة الذهن في معرفة الحكم في القرآن لذلك كان من أعظم الناس تفسيرا ابن مسعود لأنه اعتمد على الأثر على ما أخذه من النسلم أيضا مع معلمية ابن مسعود كان حاضرا عند نزول الآيات يعلم أسباب النزول ومن ذلك أيضا اللغة العربية كانت سليقة عندهم لذلك كانوا من أدخل الناس في هذا الباب كانوا من أدخل الناس في التسليف هذا عمدة ما يعتمد عليه إمامنا اليوم هو إمام الإمام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه جزاك الله خيرا إبراهيم يا شيخ إبراهيم تسل وأنت تصلي تدعو لنا بالله عليك رفع الله مقامك ربنا يلحقنا بهؤلاء الصحابة الأخيار الأبرار على علماء هؤلاء الأفزاز الأمادد ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والأهنات هكذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه جزيزة الجنة يا جماد جزيزة الجنة رفع الله مقامك ونسع عليك أمرك فهذه مادة التفسير عند ابن مسعود من هؤلاء أيضا الأفزاز الأمادد الذين قد تقدموا الناس جميعا في التفسير ابن عباس ابن عباس عد الله عنه وأرضاه وهو أعظم الصحابة قدرا ومكانة وتفسيرا وعلوا على صغر سن سبحان ربي العظيم ليس الأمر على السن ولا على الوجاهة والمال والمكان الأمر هنا على العلم وقدر كل مرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء وقدر كل مرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء عبد ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من أهل البيت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يبلغ الخمسة عشر سنة مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الخمسة عشر سنة فهو كان جاء في حجة الوداع وقد نهز الحلم جاء في حاجة الوداع عندما قال كنت أركب على أتان فوجدت النساء السلام يصلي إلى ميناء من غير الجدار من غير الجدار فقال فتركت الأتان يلعب يرتع ووقفت في الصف فصل رضي الله عنه وأرضاه عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان حريصا للعلم كان رجلا طلابا للعلم وهو من هو في المكانة لأنه من آل البيت ومع ذلك كان يصف نفسه ويقول وكنت أبيت على عتبة أبي بن كعب انظر هنا يأخذ القرآن من من قال فينه وسلم أقرأ أمتي للكتاب للقرآن أبي بن كعب فقال فكنت أبيت على عتبة أبي بن كعب حتى يخرج ويقول يا ابن عم رسول الله لو طلبتنا أتيناك قال العلم يؤتى ولا يأتي العلم يؤتى ولا يأتي هكذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الذي لقبوه بالحبر وبالبحر فهو حقا حبر هذه الأمة ممتلع علما وهو البحر لكسرة علمه ولسعة علمه كان علما بالكتابة وبالسنة وبأشعار العرب وباللغة وبالأحكام ابن عباس احتضله النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه التأويل وفقه في الدين أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال عنه من قدمناه في الترجمة قال ابن مسعود نعمة الرجمان القرآن ابن عباس وهذا قاله ابن عمر عندما سئل في مسألة فقال اذهب الى هذا الى ابن عباس فسأله ثم تعال واتني بما قال فلما قص عليه ما قال قال نعمة الرجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وعرضه كان عابدا تقيا نقيا كان عالما حريرا كان بحرا حقا في هذا الباب وهو الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إمام الأئمة في التفسير ولك الشاهد من ذلك بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمر بن خطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يسمع منه التفسير وكان يأخذ منه العلم عندما قال عمر بن خطاب رضي الله عنه وأرضاه يسأل الجميع عن قول الله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب إلى آخر آيات في سورة البقرة قال فما وجدت أحدا يشفي صدري على هذه الآية فقام ابن عباس وقال أنا متردد أن أتكلم أو قال يا أمير المؤمنين إني أجد في نفسي منها شيئا فتلفت إليه عمر بن خطاب قال لما تحقر نفسك وهذا نأخذ منه بأن المسألة ليست دائرة على السن ولا غيره وأن الإنسان إذا وقف مع الجابزة وفتح الله عليه ما لم يفتح على غيره لابد أن يويل لهم ما عنده لا تحقرن شيئا قد منحك الله إياه وقد رفعك الله به وقد جعلك الله مقدما على الناس بعلم كتاب الله جل في علاه فعليك أن تعطي الناس ما أعطاك الله جل في علاه لذلك هذا وجوبا وأنت لابد أن تتمالك ما في قلبك يكون إخلاصا يكون صدقا لله جل في علاه يكون صدقا وإخلاصا لكن عليك أن تبرز نفسك حتى يستفيد الناس منك فقال له لا تحقر نفسك ثم سأله عن الآية فقال له يا أمير المؤمنين إن هذا مثل إن هذا المثل أو مثل هذا مثل ضربه الله جل في علاه فقال يا أود أحدكم أن يعمل أن يعمل عمره بعمل أهل الخير طاعة لله بعمل أهل الخير وأهل السعادة حتى إذا كان أحوض ما يكون إلى أن يختمه بخير وفني عمره واقترب أجله وختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء أعوذ بالله وإن المرأة لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينها إلا ذراع فيختم له بعمل أهل فيأسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بعمل أهل النار فيدخل النار نعوذ بالله من الخزنان هذا المثل تخويف من الله هذا المثل تخويف من الله على أن يهتم الناس بالخواتيم كما قال الله يا الذين أمنوا اتقوا الله قال الله يا الذين أمنوا اتقوا الله ولا تموتن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فأن يختم له بالطالحات وقد فني عمره في الطاعات فهذا حقا هو الخاسر فضرب الله مثلا بذلك لتخويف الناس ألا يختم لهم بغير الصالحات اللهم اختم لنا بالصالحات وأنت أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بالصالحات وأنت أرحم الراحمين إذن هذه دلالة واضحة على على فضل ابن عباس وأن عمر بن خطاب راجع إليه وقلت لكم الأهم في ذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون أن من فضل ابن عباس رضي الله عنه أرضاه لأنه اشتد الأمر على مجلس الشورى عند رسول الله عند عمر بن خطاب وقالوا له لما تدخل هذا الفتى وأبنأنا في سنه في عمره فقال عمر بن خطاب وأراد أن يجعلها علانية ليعلم الجميع كيف أن مقياس الناس بما يتقنون وقدر كل مريء ما كان يحسنه فأدخل ابن عباس وأدخلهم ثم قال لهم أيكم يبين لي من مراد من قول الله إذا جاء نصر الله والفتى وأيتم ما هذا فقال كل منهم يدلوا بدلوه وقد أخطأ فقال عمر بن خطاب يا ابن عباس قل ما عندك فقال ابن عباس هذه إشارة من الله لبلوغ أجل أو لذنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر والله لا أعلم عنها إلا ما قلت يا ابن عباس فهنا علم الناس قدر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وعلموا كيف إتقان ابن عباس لتفسير القرآن فقدم بين الناس قال قال بعضهم مجاهد أو غيره قال والله لقد وقف ابن عباس رضي الله عنه أرضاه على عرفة يفسر القرآن فلو سمعه العجم والعرب والديلم لأسلموا جميعا لأسلموا جميعا من حلاوة ما يأتي به ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ابن عباس لما سئل كيف بلغ إلى ما بلغ الاجتهاد الاجتهاد الواضح قال قال بقلب عقول ولسان سؤول قال ولي قلب عقول ولسان سؤول بقلب عقول ولسان سؤول كان يعقل وكان يسأل وكان يذهب ويتلمس العلماء يجلس بين أيديهم يجلس من بين أيديهم لما ذهب والأنصري وقال تعالى تعالى نسمعوا لأحاديث أن ابن عباس أترى أن الناس احتجون إليك وفيهم من فيهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إليك عني ثم ذهب يبيت على عتبات الصحابة حتى ارتقى وأخذ بناقة زيد بن ثابت وزيد يقول له خلي الناقة يا ابن عباس يقول ابن عباس رضي الله عنه أرضاه هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا اللهم أحشرنا الله أحشرنا مع هؤلاء اللهم أحشرنا مع هؤلاء اللهم أثبت لنا هذا الخير نسأل الله للا في علاء أن يثبت لنا هذا الخير ما حينا أبدا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا معلمنا وأن جعلنا من التعلم أن نتعبت وأنشد ذلك بين الناس هكذا ابن عباس بلسان سؤول سؤول وقلب عقول قد ارتقى وكان وكان فوق الناس وكان كما قال قائلهم من السابعين كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يجلس بفناء مكة فأجد أن الجميع يتحلقون حول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أهل القرآن يعني هو يقول أهل القرآن ثم أهل الفقه ثم بعد ذلك الشعر والعربية الجميع يتحلقون حول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ابن عباس كان من أعلم الصحابة هو أعلم الصحابة بتفسير القرآن كما بينا لسيما بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مادة التفسير عند ابن عباس نختم بها أفضل لكن الطرق التي بلوتنا أو الطرق التي تبلغ ابن عباس نقلم عن تفسيره في الكتب المعتمدة كتب الأثر الحق أنه ما لا يحصي ما لا يحصى كثرة تعددت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه واختلفت الطرق فمنها الهالك ومنها المتوسط ومنها القائم بذاتي ومنها الصحيح في هذا الباب أول هذه الطرق لتفسير ابن عباس طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طالحة عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه معاوية بن صالحة من أستقاط وأيضا ابن طالحة من أستقاط الأثبات وهذه اعتمدها البخاري لذلك العلماء يقولون بأنه يعني تجاوز القنطرة من اعتمده الإمام البخاري فاعتمد البخاري هذا الطريق إلى ابن عباس في التفسير طريق معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس وكما قلنا اعتمدها البخاري بل واعتمدها مسلم أيضا ومن الطرق التي تصل لابن عباس طريق قيس بن مسلم الكوفي عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبيب عن ابن عباس وهذا أيضا الطريق اعتمدها الحاكم في المستدرك ولكنها على شرط الشيخين والطريق الثالث طريق ابن إسحاق صاحب السير في كلام فيه طبعا فيه كلام فيه محمد بن إسحاق كلام مالك فيه وهو كلام فيه يعني هذا الكلام كما قلنا يطوى ولا ولا يرون عن محمد بن أبي محمد مولى آل دايد بن ثابت عن أكرمة وسعيد بن جبيب عن ابن عباس وهذا طريق يعني اسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق الطريق الرابع طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير طارة عن أبي مالك وطارة عن أبي صالح عن ابن عباس اسماعيل فيه كلام وهذا الطريق ضعيف هذا الطريق فيه ضعف لأن اسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير فيه ضعف ومن ذلك طريق عبد الملك ابن جريج عن ابن عباس وهذه يعني الحق أنها تعتمد لا سيمان بن جريج عن ابن عباس لكن الخشية في ذلك هو مساءة الانقطاع الخشية فيها فقط هي مساءة الانقطاع وطريق الضحاق ابن المزاحم عن ابن الهلال عن ابن عباس وهذه الطريق قد ضعفها العلماء وأعظ أبو منها ضعفا طريق أطية العوفي أعطيها العوفي عن ابن عباس أيضا من الطرق الضعيفة أما طريق مقاتل بن سليمان مقاتل أصلا كذاب كذابه غير واحد فهذه الطريق لا تعتمد بعمل الحوال هذه من هذه الطرق هي الطرق التي دعت أيضا عن ابن عباس في قوله يوم يوشب عن ساقن قال شدة هول الموقف والطريق التاسع هو طريق محمد بن سائب الكلبي عن ابن صالح عن ابن عباس رضي الله عن أرضاه لما؟ لأنه يعني هذا الطريق من يروي يروي عن الكلبي محمد بن مروان السدي الصغير وقال العلماء هو ذاهب الحديث مطروح بل قد أفحش فيه القول بعضهم وقال وضع وضع كذاب فهذه الطريق هي أوهاء الطرق وأعظم الطرق قبولا طرق ثلاثة طريق قيس بن مسلم الكوفي عن عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأن كان نازلا وطريق ابن إصحاق عن محمد أبي محمد مولى الزايد بن ثابت عن أكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس وأيضا يعني يمكن هذه الطرق الثلاثة هي أقوى الطرق عن ابن عباس رضي الله عنه فإن أردت أن ترى التوثيق لتفسير ابن عباس اللي نقل عنه فانظر فيها هل هي من هذه الطرق الأربعة أم لا لأن هناك من جمع التفسير ابن عباس جمع كتابا كاملا لابن عباس وقال هذا تفسير ابن عباس سماه تنوير المقباس من تفسير ابن عباس جمعه أبو طاير محمد نعقوب الفيروز أبادي الشفعي الحق بأنه جمعه من طريق محمد مولان الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وهذه من أوهى الطرق هذه من أوهى الطرق عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته فهذه من أوهى الطرق فهذا يظهر لنا أن الكتاب الكامل المنسوب لابن عباس بأنه واهي بأنه واهي والحق أنه قليل منه جدا هو الذي هو الذي سبت لابن عباس فالصحيح بأن هذا الكتاب الكامل المنقول الذي جمعه فيه كلام ابن عباس تفسيرا هو ليس من قول ابن عباس هو ليس من قول ابن عباس لأن أصل الطريق في ذلك هو كما قلنا هي من طريق محمد مروان عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس وهذا فيه ما فيه من العطب الكامل هذه من أوهى الطرق لذلك الكتاب المنسوب لابن عباس ليس من تفسير ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه والحق هو أنه كثير ممن يعني وضع على ابن عباس بسبب شهرة ابن عباس وبسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس مادة تفسير مادة تفسير عند ابن عباس أولها هو فم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأن ابن عباس أخذ التفسير عن صحابة رسول الله الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال بأن ابن عباس يعني مباشرة أخذ التفسير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا كان صغيرا مات النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يابله من خمسة عشر من سنه ابن عباس أخذها من أبي ومن زيد بن سابت ابن عباس أخذ المأسور من التفسير عفوا أعتذر إليكم الأمر مفاجئ يعني قلت بأن ابن عباس رضي الله عنه وعرضاه مادة التفسير عند ابن عباس هو المأسور عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما أخذه من النبي مباشرة هو ما أخذه من النبي مباشرة لكنه أخذه من صحابة رسول الله لدينا أتقنوا عن النبي الكتاب ما أدري ما أقول لك أحد نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أبيا وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس شغل جدا في القرآن بأبي وزيد بأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأيضا مادة وأيضا مادة التفسير عند العلم علم الأعلام في التفسير لصحابة رسول الله ابن عباس رضي الله عنه ورضاه اتقنوا لأشعار العرب اتقنوا لأشعار العرب وأشعار الجاهلية كان يحفظ يعني آلاف الأبيات آلاف الأبيات آلاف الأبيات لما جاه هذا الحروري الخارجي يسأله عن قول الله قال إن سائلوك عن تفسير القرآن وتأتينا بما يكون أساسا منه من اللغة العرب قال سل فقال أخبرني عن قول الله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين يعني متفرقين كما نزل من سلم فتفرق الصحابة تحت الشجر فقال لهم منكرا ما لي أراكم عزين ما لي أراكم عزين فقال ابن عباس العزون حلق الرفاق حلق الرفاق قال كيف نعلم ذلك من لغة العرب قال أما سمعت عبيد بن الأبرص فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول من بره عزينا فأتى له بالبيت فهو يحفظ ألاف الأبيات من الشاعر من الشاعر الجاهلية وإن كان بعض الفقهاء قد أنكر عليه ذلك أو أنكر ذلك بالاعتماد على الشاعر في التفسير قالوا الشاعر ليس حكما على القرآن القرآن حاكم على الشاعر وده صحيح الحق بأن أصل اللغة وضع اللغة الله وضع اللغة هذه فالقرآن حاكم على اللغة ولا عكس القرآن حاكم على اللغة ولا عكس لكن هذه مادة تفسير الحق أنها مادة تفسير بزيت الجنة أمين الله أمين هذه مادة تفسير هذه مادة تفسير أيضا كثرت أسئلة ابن عباس ابن عباس كان كثير السؤال وطالب العلم كثير السؤال محسنون في إتقان السؤال هذا أخذ شطر العلم نقاء القلب والنية والصفاء النية والإخلاص لله للفعلاء بلغ بابن عباس مبلغا ولذلك قال بلسان سؤول وقلب عقول وهو الذي قال يؤتى المرء العلم الفهم بنيته فهذه كانت مادة التفسير عند ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من هؤلاء الرفعاء النبلاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو الخليفة الرشد الرابع واختلف العلماء واختلف العلماء رضي الله عنهم جميعا من يقدم علي أم عثمان وهذا في المتقدمين ثم حصل الإجماع بعد ذلك على أن ترتيب الفاضل على ترتيب الخلافة علي بن أبي طالب كان عالما نحريرا كان قاضيا بارعا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كذلك وكان يقول عمر الخطاب يعني يستعيذ بالله أعوذ بالله من قضية ولا أبو الحسن لها وأبو الحسن هو من أطقل الناس في القضاء وهو أيضا من أعلم الناس بالتفسير من أعلم الناس بكلام الله جل في علاه لا سيما البلاغة والخصاحة التي كان عليها علي بن أبو طالب كان خطيبا بارعا عثمان لما تولى الخلافة قام على المنبر لا يدري ماذا يفعل قال أيها الناس لسنا من أهل الخطابة لسنا من أهل الخطابة ثم التكلم معه ونزل وعلى ذلك تدرب على الخطابة لكن علي بن أبو طالب كان فصيحا بليغا خطيبا مفوها فهذه مادة أيضا لإتقان الفهم والعقل عن مراضي الله جل في علاه في كتابه سبحانه وجل جل في علاه علي بن أبو طالب كان أيضا من أهل التفسير وقد نقل كثير من التفسير من تفسير علي بن أبو طالب وكانت له أيضا طرق كثيرة تصل إلى علي بن أبو طالب في التفسير طبعا تعلمون أن علي بن أبو طالب شهد المشاهد بأسرها مع النبي السلام إلا تبوك وكان علي بن أبو طالب يعني من أعظم ناس عملا لنصرة الدين لا سيما فتح خيبر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطي لنا الرؤية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه يفتح الله على يديه الطرق الموصلة إلى تفسير ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من طريق هشام عن محمد بن سرين عن عبيدة السلماني طبعا عبيدة السلماني وأخاص للناس بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الطريق الثاني طريق ابن أبي الحسن الحسين عن أبي التفايل عن علي وهي أيضا طريق صحيحة الأولى اعتمدها البخاري الطريق الثالث طريق الزهري عن علي زين العبدين عن أبي الحسين عن أبي علي وهذه أيضا من الطرق الصحيحة الشريفة هذه أيضا من الطرق الصحيحة الشريفة والحق لابد أن نفهم أمراً بأن هناك طرق كثيرة جداً 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 عن علي بن أبي طالب وكلها من الروافض كلها يتبنى الروافض فيتعج حتى كتبنى الروافض هذا ليس من كلام علي بن أبي طالب فكلها من الروافض الذين الذين يتحملون الكذب أو يحملون الكذب على هذه الأمة وهم يدعون الإسلام وأكثرهم من من يعاد الإسلام كذبوا الله لذلك الطرق المعتمدة في تفسير علي بن أبي طالب أشرف الطرق طريق الظهري عن علي زين العبدين عن علي بن حسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي وهذه الطريق هي أصاح الطرق وأشرف الطرق علي بن أبي طالب هناك نقل بقلة من تفسير علي بن أبي طالب الصحيحة أنا أقصد صحيحة لكنها كما قلنا فيها العلم الغزير علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب بعضهم قام له وقال لما أنت يعني بطين هو كان علي بن أبي طالب له بطن كبيرة فلما قال لذلك مستعيبا يعني ما أدري والله أنا أصلا فهمني المسألة لا تحتاج لا لعسب لا ينسون المسألة أن صوت يذهب مرة واحدة فجاءة فإني ونفسي أيضا يذهب مرة واحدة أخشى من الموت الفجر اللهم أنا أعوذ بالله من الموت الفجر أمين أمين فكانت إجابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أعلاها علم وأسفلها طعام ففيها فائدتان فشوف هذه دقة النظر حتى في في مسألة الرد فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعضاء وكان منشغلا بكتاب الله دل في علاء أيضا أمين أيضا من هؤلاء الأفزاز الذين هم يعني من أعظم الناس قدرا في التفسير أبي بن كعب آه من أبي أبي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم آه نعم جزاك الله خيرا لكن المسألة المسألة مش في الأحبال الصوتية المسألة المسألة هي أنه يأتي فجأة علي انقطاع الصوت تماما يأتي فجأة علي النفس يذهب تماما لا لا مكرر متكرر علي هذا الحمد لله هناك أبي بن كعب أبي وما أدراكم ما أبي أتعلمون من أبي أبي ضربه النسلم في صدري أكذا قال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أتقن الناس قراءة لكتاب الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قرأ وارتجت عليه آية فانتهى من الصلاة ثم قال أفي القوم أبي أفي القوم أبي فقام قال هأنا ذا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك يعني ما منعك أن تردني والسؤال فقط عن أبي الدلالة على مكانة أبي نعم سأسمع النصيحة وسأفعل وسأشرب عسل بزيط الجنة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفي القوم أبي وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مشى مع أبي بن كعب قال أبي ما أعظم آية معك في كتاب الله فقال أبي رضي الله عنه وأرضاه قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأنا كنا ننظر بعدما ضربه في صدره بعدما أجاب هذه هذه الإجابة والحديث وإن كان فيه كلام قال أقرأ أمتي أقرأ أمتي لكتاب الله أبي قال أقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب أبي بن كعب قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أبي سيد المسلمين قال أبي سيدنا وسيد المسلمين قال أبي سيدنا وسيد المسلمين أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه هو أقرأ الأمة بكتاب الله وهو أعلم الأمة بالتفسير أو قل من أعلم الأمة بالتفسير وله ما له من المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الروايات كثرت أيضا عن طريق أبي وهذه الطرق الصحيحة التي اعتمدها العلماء في طرق من طرق التفسير لأبي بن كعب طريق أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي رضي الله عنه وأرضاه وهذه طريق طريق صحيح طريق أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي رضي الله عنه وأرضاه وهي نسخة كبيرة جدا من التفسير بهذا الطريق فهذا الطريق اعتمده ابن جريل الطبري وابن أبي حاتم في تفسيره وأيضا الحاكم في المستدرك والأحمد في المسند إن شاء الله جزيته مجنة جميعا إن شاء الله أيضا طريق وكيع ابن الجراح الرؤاسي عن سفيان الثوري عن عبدالله بن محمد بن عاقيل وهذا فيه كلام عن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه وهذا في المسند اعتمده أحمد في المسند وعبدالله بن محمد بن عاقيل فيه كلام لكن هي طريق حسنة يبقى لنا ختاما للمبحث هنا في الكلام على التفريق بين الأربعة أولا التفريق بين الأربعة من أتقل الناس لكتاب الله والتفسير ابن مسعود من أتقل الناس ابن مسعود ولماذا قدمت أنا ابن مسعود على ابن عباس لأمرين اثنين الأمر الأول قدم ابن مسعود وكثرت ملازمة ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم και ابن مسعود لم يأخذ من أهل الكتاب ابن مسعود لم يأخذ من أهل الكتاب أما ابن عباس الحق أنه أخذ من أهل الكتاب ابن عباس أخذ من أهل الكتاب وهذه ميزة تميز ابن مسعود على ابن عباس يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثه عمان إسرائيل يعني ولا حرج قال لا تصديق ولا تكذبه نعم لكن الحق بأن ابن مسعود لازم النبي وأخذ من فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ من أهل الكتاب لذلك يقدم ابن مسعود على ابن عباس ابن عباس يتفوق عليه في كسرة النقل عنه ولأن كثير من من تطوع واضع على ابن عباس لأنه من آل البيت ولأنه يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصابته فلذلك كانوا كثيرا ما ينقلون عنه فالحق الأصل ابن مسعود ثم ابن عباس ثم أبيب بن كعب ثم ابن أبي طالب رضي الله عن الجميع هذا في عصر الصحابة ويبقى لنا ميزة المأصور أو التفسير بالمأصور وهذا نوسع فيه البحث ان شاء الله لأنه أصل البحث مناية المفسرين لكتاب لكتاب أعطى لكم الرابط الأخ الكريم لكن ليس هو سابتا لأنها أبحاث كثيرة متداخلة ستكون مع الكتاب سيكون كلمتنا الأصل ونتوسع في البحث بعد ذلك الكلام على التفسير بالمأصور وقيمة التفسير بالمأصور وأن هذا عن الصحابة رضون عليهم هذا بحث موسع ومهم جدا نقف عنده لأن هذا هو أصل التفسير هذا هو أصل التفسير فإن شاء الله نبينه بإذن الله في الدرس نعم قالت أنا حديث على مدينة العلم وعليه بابوه هذا موضوع الحديث أنا مدينة العلم وعليه بابوه هذا موضوع موضوع أصالة هذا حديث موضوع نعم أخونا البشواندس نعيم بيقول هل من حرج في تكرار السؤال ذاته يعني في تكرار السؤال ذاته على أكثر من عالم الله لضرب أقوالهم فهل ترسيق العلم والبحث عن دقائق وإنكات وفهم أكثر في المسألة يعني إن كان يسألوا ليتعلم ويتقن فهو له أن يسأل أكثر من عالم ولا ينقل قول عالم لعالم ولا يعارض قول عالم بعالم إن كان يسأل ليتعلم ويتقن فله ذلك وعليه أن يعرف مواطن الإتقان في مسألة الترجيح مواطن الإتقان في مسألة الترجيح وأيضا مسألة فصل النزاع ومعرفة موضوع النزاع هذا سيعرفه من العماء الذين يسألهم له ذلك وإياكم بزيتم الجنة له ذلك إن كان يريد أن يتعلم كما قلت لو فيها أي سؤال تفضلوا آمين آمين ربي يحفظكم طيب أنا الوقت كذا نضاق علينا يعني تفسير نرجعه للغد أو أن نجعله لبعد الغد يبقى التفسير يومين وخلاص نحن نستطيع هاتف النماجي عشان نختم بيه الدروس استغفر الله هذا جاهل هذا جاهل الأخت الفاضلة تقول ما قولك في من يعتمد على أنه من أهل التوحيد وأنه سيدخل الجنة ويفعل ما يشاء من المعاصي لعل الله يسحب منه توحيده بهذا بهذا لا يأمن مكر الله إلى القوم الخاسرون ولعله يختم له بهذه المعاصي ويختم له بشرك فيخلص نار جهنم نعوذ بله من خزلان هذا استدراج من حيث لا أعلم سنستدرجه من حيث لا أعلمون لابد ينصح هذا الشخص رفع الله مقامك جمال وأحسن الله إليك وأحسن الله إليكم جميعا ونفع بكم